مرحبا شهر الصوم مرحبا ليالك عالد في أمان قعد انتظرنا وشؤنا إليك جت يا رمضان مرحب بأجومك يا رمضان والعشر نصومك يا رمضان أقوى تحفيز في استقبال رمضان وعد الله موسى ثلاثين ليلة أي يكلمه على رأسها فصام ثلاثين يوما ثم وجد من فيه أي من فمه خلوفا أي رائحة غير طيبة فكره أن يناجي ربه على تلك الحال فأخذ سواكا فاستاك به فلما أتى لموعد الله إياه قال له يا موسى أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندنا من ريح المسك ارجع فصم عشرة أخرى من ترك حبا في الله وطاعة لمولاه في الدنيا طعاما وشرابا وشهوة مدة يسيرة طمعا في عفوه ورضاه عوضه الله عنده في الآخرة طعاما وشرابا وشهوة ونعيما لا ينفذ وحياة لا تنتهي وملك لا يفنى ولا يبلى قال الله عز وجل في الحديث القدسي إلا الصيام فإنه لي قوله عز وجل فإنه لي اختص الله عز وجل الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال يا غيوم الغفلة لا ترجعي يا أرض الهوى ما أكي ويا سماء النفوس أقلعي يا بروق الأشواق للعشاق ألمعي يا خواطر العارفين ارتعي يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي يا قوم ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن ألا راغب فيما أعده الله للطائعين في الجنان ألا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم مع أنه ليس الخبر كالعيان من يرد ملك الجنان فليدع عنه التوان وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فان إنما العيش جوال الله في دار الأمان خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام وهي رائحة مستكرهة في مشام من ناس في الدنيا لكنها طيبة عند الله لأنها ناشئة عن طاعته سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة يضغب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك خلوف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك وري المحرومين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل الجود وما أدراك ملجود وسعة العطاء وكثرته العطاء بلا حدود وبلا توقف وبلا نهاية والله تعالى هو الجواد واسمه الجواد ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أجود بني آدم على الإطلاق وأجودهم بعده رجل علم علما فنشر علمه ولم يكتمه هذا الرجل يبعث يوم القيامة أمة وحدة إذ لم يكن في السمع مني صيانة وفي بصري غض وعدم إبانة وفي منطقي أدب وعدم تطاول وإهانة وفي لساني صمت وعدم رعانة فحظي إذن من صوم القوع والضمأ فإن قلت إني صمت يومي فما هذا بصومي قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه القوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلى هنا لكم قد انتهينا من خلقة اليوم إلى أن ألقاكم في الحلقة التالية لكم خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر